ماذا فعل النادي الاهلي؟ النادي الاهلي خد العقود علشان العقود دي تبقى سريعة يا فندم بيحصل ايه؟ بيتم توثيق العقود دي في الاتحاد التابع يعني همتكلم على اتحاد الطائرة فبيتم توثيق العقود اتحاد الطائرة ازاي؟ ان انا بابعت حاجة اسمها صادر ووارد وهو بيرد علي بوارد خلاص؟ فالنادي الاهلي بعدما حدثت هذه المشكلة عمل ايه؟ شوفوا النادي الاهلي دايما عندما ينظر او عندما لما يجي يدور على حقوقه بياخد باله من كل حاجة وهو في الطبيعي بياخد باله من كل حاجة النادي الاهلي رح وثق هذه العقود فينا فندم في اللجنة الاليمبية شايفين فندم العقد اللي موجود الاخبر ده؟ التوثق في اللجنة الاليمبية المصرية وتم تسليم العقود لاتحاد كرة الطائرة عن طريق مين؟ عن طريق اللجنة الاليمبية علشان لو حضرتك عايز تعمل حاجة ما قول الورق ورقنا بقى وحبيبنا ونائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد والأمين السندوق الاتحاد يقول له كله في وقته كله في وقته فالنادي الاهلي عمل ايه؟ وثق هذه العقود في اللجنة الاليمبية وسلم اتحاد الطائرة هذه العقود عن طريق اللجنة الاليمبية المصرية وعندما طلب النادي الاهلي للتحقيق في هذا الأمر قدم ملف في 220 صفحة وفيها كل المستندات الدالة على صحة موقفه حاليا النادي الاهلي بيعمل ايه؟ النادي الاهلي مستني اتحاد الطائرة يرد